المصريين الزهير الشعبي لمصر ملف مهم بنفتحه النهاردة مع ضفنة اللي بنوارنا الكاتب والصحفي الاستاذ احمد رفاك حضرتك بنوارنا السيد احمد وبيسعدنا جدا انك تكون دايما معانا ده شرف لي السيد احمد ايه الفرق زي ما انا قلت كده في المقدمة الزهير الشعبي احنا سمعنا التعبير ده من المثقفين والمتخصصين في السياسة قالك انتو الزهير الشعبي ايه عجباني بس يعني ايه كل حاجة عايزة تنبسط للناس يعني ايه الزهير الشعبي وهل في حاجة اسمها الزهير السياسي يعني ايه الفرق اه طبعا فيه الزهير السياسي وفيه الزهير الشعبي ده ايه بقى الزهير الشعبي هي جاية اصلا من الزهير جاية من الظهر فعندنا اه في الكلور يعني الشعب المصري انه اللي ليه ظهر ما ينضربش على بطنه الاخر يعني. ايه. الامثرة والمصطلحات التكلم على الحكاية دي. فالظاهر الشعبي هو حجم الدعم اللي بيتخذوا اه قائد او زعيم او قرار او قانون من الجماهية. واللي بيها حتى مصطلح الشرعية. الشرعية دي معناها حجم الرضا الشعبي. اذا فيه رضا الشعبي على قرار يبقى ده قرار شرعي ويكتسب شرعي عند الناس. فيه رضا الشعبي على حاكم حجمه يبقى معناه شرعية الحاكم. اذا رضا شعبي كبير جدا يبقى ده حاكم شرعيته كبيرة جدا. اول عكس. الظاهر السياسي ده بيبقى تنظيم مرتبط بالحاكم او الزعيم بس تبقى مصالحه مرتبطة بمصالح الحاكم. اوكي. وفيه اضيق. اضيق. لكن احنا قياسنا طبعا حجم الدعم وحجم التأييد وحجم الرضا وحجم الشرعية بيقص طبعا بالزهير الشعبي. المصريين زهير شعبي لمصر. على طول الخط وفي كل الازمنة. واحنا اكتر شعب عنده هذه الحاسة في العالم. واكتر شعب ما احترامل كل شعوب الارض. لكن احنا اكتر شعب عندنا عبقرية يعني القياس امتى ليحصل الاستدعاء التاريخي. فممكن تبقى الناس كلها يعني عفوا في مراحل كده في غيبوبة اول ما يبحثوا بالخطر بص تلاقي الدنيا كلها فائت وقامت القومة وورا مصر في كل لحظة. طيب. وعندنا طبعا امثلة كتير على مر التاريخ يعني. طيب ايه حضرتك رأيك ايه الصفة اللي موجودة او الصفات اللي موجودة في المصريين اللي بيخليهم بيلعبوا الدور ده. دور الزهير الشعبي الداعم للدولة. الكرامة لان عندنا حس يعني حسية كبيرة في المهازن الموضوع. يعني مش بنحب حد يعني زي ما بيقولوا يحكلنا في مناخ ده. عندنا على طول بنبقى الاستنفار بيحصل بيتم استدعاء كل مخزون الكرامة اللي في الدنيا. وينفجر في وجه اي حد بيمس بهذه الكرامة. وعش كده عندنا قدرة على تقديم تضحيات عظيمة بس ما يحصلش مساس بالكرامة الوطنية. طيب. سيد احمد بنقرأ على السوشيال ميديا وبنسمع انه ده مطبلاتي الزهير الشعبي ده انت ينسوا بقى فكرة الدعم والوطنية. انت مطبلاتي وكأنهم بيخوفوا الناس. فبعض الناس تنفي عن نفسها هذا الامر وكأنه تهمة. ايه رعيك في الحكاية دي؟ خلينا نوفي عيسا عند الحلقة بتدتي بالسؤال اللي هو السوشيال ميديا. ايه. ان هذه كرسة الكوارس ومشكلة المشكلات وازمة الازمات. ويعني العبء الكبير دلوقتي على يعني زي نقدر نسمي ونقول على معلمات الشعب المصري. وعلى كل كل الاجهزة وكل المؤسسات في مصر. لان احنا عندنا وزراء مثلا كانوا شغالين تحت ضغط السوشيال ميديا رهيب جدا. لدرجة انه. دي عمليه عفوية؟ لا منظمة بالكامل ومخططة بالكامل. السوشيال ميديا. السوشيال ميديا. يعني عايز اقول لحضرتك فيه جيوش بالكامل. دلوقتي اه. 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 المخابرات الاسرائيلية عندها الواحدة 8000 فمتين شغالة رسمة وعلنة. يعني بي. وهو عندهم بياخدوا نخبة النخبة في الجيش. بياخدوا الناس اللي عندهم لغات. بياخدوا الناس اللي عندهم درسات كمبيوتر. بيشغالهم على السوشيال ميديا. بيشغالهم على السوشيال ميديا. وعندهم كانت ضخمة جدا. ولا. لا. هم لغتين اللي موجودين معتمدتين في هذه الواحدة. 8000 فمتين. اللغة العربية واللغة الفرسية. عايز تقولي ان فيه حرب مفتوحة على السوشيال ميديا. بتمارسها او بتمارس ضد المصريين. بيجيء بمنتهى الشرسة. وفيها كل يعني التعريفات الممكنة. يعني مثلا حروب الجيل الرابع دي يقولك. اه. ضغط. اعلامي. مكسف. ورهيب. وقوة مسلحة على الارض. تشغل الجيش الوطني. هم. شوفي اللي حاصل في السيناء واللي حاصل على السوشيال ميديا. ايه. تلاقي مصر نموذج. فكل عندنا مثلا تعريف الإشعة. الزعيفة والبطيئة والطائرة والسريعة والمرتدة. احنا في مصر بقى كل انواع الإشاعات. وعندنا اختراع جديد اسبوع إشعة رفع سقف الأمل والطموح. عشان يرفعوا معلومات الناس او رغباتهم في اتجاه معين. لما ما يحصلش يحصل. يحبطوه. يحصل الإحباط. يقولك مثلا إيه اللي هيسجل في منظومة التموين هياخد 2500 جنيه. الناس روح تسأل ما تلاقيش يحصل الله إحباط. برق وطني عنده عشر تلاف وظيفة جديدة. الناس روح تسأل ما تلاقيش يحصل الله إحباط. وهكذا. مش أعمال عشوائية. ده مش هذا النوع الإشاعات مش موجود في أي دولة في العالم غير مصر. مش أعمال عشوائية تاني بقى بسأل السؤال. مش مش ناس بتتسلى. على الإطلاق. إحنا بقى متوجه لنا بقى كل يعني اللجان الإلكترونية اللي في العالم كله. هاي. اللجان الإلكترونية اللجان المنظمة. بتبقى موجود على التواصل الاجتماعي اللي 24 ساعة. يعني في ناس شفتات 6 ساعات أو 8 ساعات بحس اللي 24 ساعة يبقى موجودين. ليه اللي 24 ساعة؟ لأن إحنا عندنا ليل دلوقتي لكن في عرب مصريين في أمريكا. صحيح. مليون مصر صحيح. اللازم يبقوا شغالين عليهم طول الوقت. وبيحصل العكس. طيب. حكاية المتابلاتية والتطبيل دي. إنت رأيك إنها جزء من هذه الحروب؟ محاولة حرمان الدولة من ظاهرها الشعبي؟ ما هو ده جزء من حركة اللي جان دي على التواصل الاجتماعي. لازم نوضحها للناس لإحنا برضو عندنا مشكلة تانية. إحنا أولى نص الكوكب الأرض دلوقتي عنده اتصال بالإنترنت. يعني دخل على خمسة مليار نسمة عندهم اتصال. اتين و تسعة تعريباً 5 مليار موجودين على فيسبوك. 53 مليون منهم في مصر. عندنا في الوطن العربي 100 ألف اتصال بالسوشيل ميديا كل يوم. يعني عندنا 3 كول سنيتين بينضموا للسوشيل ميديا. عندنا 69 مواطن على السوشيل ميديا كل دقيقة بينضموا جدد. ايه. 4169 كل ساعة 100 ألف في اليوم 3 مليون مواطن في السنة. في في الشهر. يعني احنا اعلى معدل فيه بين الامم على الاطلاق مصر رقم 16 فيه تواجد شعبها على التواصل الاجتماعي ومعدل ساعتين و43 ديئة يوميا ده المتوسط لما تحسب المتوسط من 53 مليون نسمة يعني ونصوهم اقل من كده ونصوهم اعلى من كده هتبصت لها ان الرأي العام كله بتشكل من هذا المساح بتأثير السوشال ميديا عشان موجود بقى الرأي العام بتشكل هنا شغال اللجانة الالكترونية في هذا الاتجاه اللي يلاقي حد مع وطنه يخشه يعملوا حاجتين اتهاموا بالتطبيل دول الأصدقاء المباشرين الموجودين عمعها للصفحة او استخدام الفاظ النبيا في التعامل عشان يخوف الناس يعني اذا اللي بيلاقي حد على السوشال ميديا مع وطنه يا يتهموا بالتطبيل يا يروعوا بأشكال مختلفة بيبقى الفاظ النبيا هطلع فاصل وارجع بعد الفاصل اناقش المسألة دي بالتفصيل الزهير الشعبي لمصر انتم حضراتكم هذا الموضوع هذا الملف بالنقش ومع ضيفنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والصعفي أستاذ أحمد قبل الفاصل كنت بتقولي على السوشال ميديا أعمال منظمة حرب منظمة اللي بيدعم وطنه بيواجه يا أمة يا أمة نقول تاني عشان نسمح كويس فيه أحيانا بيبقى أنا مثلا على صفحتي حد عامل صداقة عندي أنا معرفوش لأنه هو جاي باسم أنا ما شامشي أفتش متقاط الناس كاتب بيانات خلاص تمام قدم طلب صداقة قبلته ده ممكن يدخل لي يعمل اللي أنا لسه كنت بتكلم عليه اللي هو إيه بقى يا أمة إيه يا أمة اللي هو يا أستاذ أبطل تطبيل يعني ما لو أنا بكتب حاجة ده عمل الدولة أو طبعا هو مش فهم الفرق بين التطبيل لأن الناس بتبقى لها هدف معين ما يعرفش تاريخ حد إنه ده مثلا كان معارض طول عمره مثلا لو كان ليه هدف كان ممكن يبقى عمل الحكاية دي قبل كده ده أول نظام مثلا يقيده من ساعة ما وعي على الدنيا فمعندوش هو الفروق دي معندوش هذا التاريخ بس هو حتى لو عنده هيستخدم نفس ليه بيقول ليه بيقول لحضرتك بطل تطبيل يرهب اللي بتعامل معه فأنا المفروض أي دعم للدولة راجع نفسي قبل ما أعمله تنفي عن نفسك التطبيل وتتراجع وإذا كنت بعمل مثلا عشر بصطات دعم للدولة في اليوم هيبقوا خمسة وإذا كنت بتكلم كلام إنشة كتير هيتقلي الإنشة على الآخر ويبقى رايح لكلام إذن ده عمل موجه للدولة طبعا هو مناقش علاقة مش مسألة علاقات بني قدمين ببعض هو هاستفيد مني إيه؟ هو يخسر مني إيه؟ تمام هو الهدف الدولة إنه هو موجود على سوشال ميديا أساسا علشان مص هو موجود عشان يحارب البلد عشان يحارب البلد النقطة التانية أشخاص بقى روحنا بقى بنتحاور في مساحة أكبر في ناس ما تعرفنيش تدخل تشتم بألفاز نبية فالمفروض يحصل إيه؟ أغلب شوف إسألي دلواتي لو فتحت التليفون إسألي أغلب ستات مص يقولك أنا ما ببطلت أروح أنا في غنى إن أنا تشتر أيوه وأنا هتبهدل ليه؟ أنا بقول رأي على صفحته خلاص فتلاقي أي حوارات على الصفحات الكبيرة اللي عليها ملايين هتلاقي نسبة كبيرة جدا من سيدات مصر نسحبه كلها أدوات ترويع وأدوات ترويع فيفضل المساحة خالية لقادر يوجه الناس في اتجاه معه لكن كل ده ما أفلحش يحرم مصر من ظاهرها الشعب على الإطلاق لأنه هو أولا النسبة الغالبة أصلا يعني شونا نتكلم زي لكن خارج الفيسبوك لو استدعيت الناس هتلاقي الدنيا كلها موجودة طيب أستاذ أحمد المصريين بيقولوا إحنا بندعم الدولة لكن كمان الدولة بتدعم المصريين لو حبينا نفكر الناس وننعش ذاكرتهم كيف دعمت الدولة المصرية المصريين في الثمان سنين اللي فاتوا أهم إنجازات أهم عنوين بسرعة كده نقول إيه بسرعة كانت المرأة مهمشة وصلنا إلى مرحلة أنه يكاد تكون المرأة غير ممثلة في أي مكان مثلا يعني باعتمد فيها من فئات المجتمع النهاردة 150 165 نقابة في مجلس النواب 40 نقابة في المجلس الشيوخ عندنا 40% من نسبة النيابة الإدرية يا سيدات عندنا في قضايا الدولة نفس نسبة أكبر يمكن عندنا 8 نواب في وزارة الأوقافة طبعا لي حاجة ما كانش حد يتوقعها يعني كان تتوقع المرأة على منصة القضايا لكن تلاقيها وكيل وزارة أوقافة داعية رسميا دعما كان يبقى صعب تروحي للريف المصري وهو طبعا حداك فاكرة لما تعاملت حياة كريمة كان نسبة المعايير الموجودة إنه القرى الأكثر فقرة من 70% ثم القرى الأكثر فقرة من 50% القرى الأكثر فقرة من 30% راحوا قرى ليقوا قرى مدن كتير ومحافظات كتير في قرى نسبة 90% يعني كفر عشيرة وتجاوزة كل وشخلقي الأسيوت والحويطات إنا والمسعودي الأسيوت كالكوارث النهاردة انت صرفة سيادة الرئيس ألف الفلسستاد 700 مليار جنيه وصلنا دلوحة 900 و ألف داخلين على تريليون جنيه حياة كريمة عشان تقدر يتوفي الواحد وعشر المحافظة والأربعة تلاف ربماية خمسة وثمانين قرية وثلاثين ألف تابع قرى تكافل وكرامة النهاردة كان في دي ناس أصلا كانت متروكة كده للشارع يعني تنزل كده تشوف حظها وهي وحظها النهاردة خمسة واحد 121 مليون 121 مليار من ساعة مبتدى 25 مليار السنة اللي جاية مخصصات تكافل وكرامة كيف لا نقف أمام هذه الإنجازات يعني إزاي مفترض إن أنا وحضرتك وملايين الناس اللي بيتفرجوا علينا يشوفوا حياة كريمة ويخزاؤوا عنيهم ويشوفوا تمكين النساء وكأنها ما بتحصلش عند حضرتك عار تم إزالته بمشرة جراح اسمه المناطق العشوائية إيه إنت لو روحت شفتي وحكيت حدث شفتي طبعا المناطق اللي كانت أسمراته بشير الخير وده للعارب وكل الكلام ده اللي هي روضة السيدة أي وكالناس أنا نزلت مرة وأرى مسلس مزبيره مطقة الشيء عشر دا وعايزة أمشي لأنه دا هنا يعني الداخل المفقود والخارج مولود لأنه كرسى بكل المقيس النهاردة شوفي اللي بيحصل النهاردة فقراء مصر هيعيشوا على كرنيش نيل القاهرة وبشكل يعني ما كانش حد يتخيل إن هذه المطقة كانت صراع على أباطرة عايزين يستولع على أي حاجة النهاردة الدولة بنت وشارت الكوارس اللي كانت موجودة وعمل عمرات وأبراج على أفضل ما يكون وكأنه بتبني الدولة يعني حاسة إن دا شعبها اللي تظلم طويلة تروح حياء كاملة الانترلوك داخل آه على الأرض جميل جدا ليه يعملينه لأنه مش قادرين يدخلوا الأجهزة بتاعة الرص أو البولدزرات والبولدزرات في بيعملوا الحواري طب دي حواري كلها كانت محرومة السنين طويلة من أي خلال هيقولوا عليك بتطبل معلش يتفضل يقول لي هو زي ما عايز مش بيحصلين إرهاب خلاص يعني مش كده لا لا على الإطلاق كنت عايز أقول لحضراتك إن فيه ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا بقتقول متبلطية وأفتخر بدعم بلدي يعني خلاص قصة الإرهاب والتخويف دي تجاوزاتها الأحلاس قال وقال وراء الدكتور معايت كذا مرة موازنة العامة لمصر هتوزع حسب احتياجات المناطق مش حسب نفوذ المناطق يعني مش منطقة فيها وزير هياخد بقى يرصف الشرع بتاعه وهيعمل كبرى عشان يوصل نفسه للمكان اللي عايزه ولا القرى السحل الشمالي لأ هذه المنطقة محتاجة السوهاج محتاجة أكتر هتاخد أكتر حتى لو كان مخصصتها كانت قبل كده غير كده أستاذ أحمد مصر خاضت في السنين اللي فاتت وما زالت حرب على الإرهاب كيف خاضها الظهير الشعبي داعما للدولة المصرية إرايتك الدرامية للحدث دا إيه لأ احنا أولا السوشيال ميديا كانت على في هذه النقطة رغبا الفعلها كان أحيانا بيتجاوز الحدود وأحيانا بيتجاوز حتى المعلومات الصحيحة لكن دعم غير مسبوق لأولا طلاق على الجيش المصري في القوات المسلحة والشرطة وأهالي هؤلاء الشهداء في كل مكان كان النهاردة بس يبقى فيه خبر إن فيه جنازة شهيد شوفي عشرات الألف والمصريين ولمش علاقة أصلا بالشهيد ولا بعيلته ولا يعرفوه أصلا لكن فيه ضمير وطني حاسس أو محاسسهم إن هم قدام مهمة شعبية لازم يكونوا في الجنازة أبناء الأسر والشهداء التشريع اللي أعرف يعني في قد كتير قدمت الوطن أغلى ما عندها وهم أرواحهم من يعني إجراءات كتيرة كانت مفروض تتعمل بعض الناس وهم يعني بيبقى عندهم قلق مشروع يقولك إحنا محتاجين إجراءات تصرفات لرب الوطنية والانتماء في قلوب الأجيال اللي جاية حضرتك يعني إيه اللي بيتعمل وإيه اللي مفروض يتعمل يعني رأيك إيه؟ حقا ما إحنا أخذنا فترة هذا الدور كان مفتقد يعني إحنا لغينا مثلا المؤسس العامة للسينما دي من سنة 1972 أيه سبنا بقى الموضوع صناعة الوعية وصناعة يعني الوجدان اللي قوة وأطراف تانية رجعنا بقى من كم سنة هذه المتحدة عاملة شغل هايل أيه تدينا بالممر لكن كان صعب إنه تيجي تشيلي كل اللي بيتزع وترميه وتحطي مكانه أيه فإحنا لوقتها في عملية إحلال بنعمل تراكم إحلال وتبديل وسلسلات وأفلام جيد والخير يبتلع الشر والموسيق ده حاصل بالنسبة معقولة طبعا بينا الحمد لله بنشوف عمل في منتهى الجودة على الشاشة تدينا نشوف برامج على يعني في منتهى الجودة على الشاشة وكلها بتصب في ناحية بناء الوعي وبناء الإنسان وبناء الوجدان المصري ده كان مفتقد سنين طويلة كان مفتقد طيب ابتدينا حتى نشوف حتى تلوقتي الحاجات عن السلوكيات والأخلاق وعلاقات الناس ببعضها أنا مش عارفها الوقت آه بالضبط آخر سؤال آخر لا أنا مش هسعى لك سؤال أنا هقول لحضرتك آخر كلمة تحب تقولها للمصريين آه وهم الظاهير الشعبي لدعم الدولة رغم الصعوبات والغلاء وأحيانا الشكاوى إيه كلمة اللي حضرتك تحب بتوجهها للمصريين إحنا رغم الصعوبات والناس طبعا بتعاني مع الجشع وبتعاني مع اللصوص والنفسدين آي والدولة عليها إجراءات لازم تتعامل وبتدت تعمل وعلينا عايزين إجراءات أكتر آي وبرغم المعاناة السنين اللي فاتت مع أي يعني إجراءات حصلت لكن إحنا ابتدينا عجلة بناء هذا الوطن ومفيش تراجعه العجلة ضارت مفيش حد هيوقفها ولا هيعطلها لأن مفيش حد بتقامر على ميت مفيش حد بتقامر على مريض مفيش حد بتقامر على عاجز طول ما إحنا شغالين ومشين في التجاه الصحيح طول ما إحنا بنبني هما هيقعدوا يعملوا نفس الحكاية خلينا بقى أنا متفاعل جدا بمصر وبالناس أكتر يعني نسبة تفاعل ممكنة حد أستاذ أحمد رفعت الكتب والصحفي حدرتك نورتنا والوقت زي ما قولنا في أول الحلقة وقت الحلو للأسف بيجري بسرعة أنا كمان متفاعلة متفاعلة بالمصريين ومتفاعلة بمصر ومتفاعلة إننا حنفضل ندعم وطننا وإن إحنا بجد الظهير الشعبي كنا وسنظل شاعدت بلقائكم ومتعبعتكم وبكرة حلقة جديدة من افتح باب قلبك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة